بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هنكمل ان شاء الله دروس الرياضيات للصف السادس الابتدائي المنهج المصري الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2015-2016 معاكم ناصر سالم شغل في الوحدة الاولى ليه وحدة الاعداد الصحيحة وده الدرس الرابع ضرب وقسمة الاعداد الصحيحة ضربه برضو من المواضيع الاساسية المهمة جدا جدا ازاي تعرف تضرب عددين صحيحين وتقسم عددين صحيحين دي قاعدة الاشارات دي تحفظها زي اسمك هنا الاشارتين زي بعض لو العددين وانا بضرب العدد الاولاني موجب والعدد التاني موجب يبقى الناتج موجب العدد التاني سالب العدد الاول سالب والعدد التاني سالب يبقى الناتج موجب يبقى لو الاشارتين زي بعض بيدين ايه موجب واضرب عادي واضرب ضرب عادي طيب اختلفوا الاشارتين واحدة موجب واحدة سالب يبقى الناتج سالب واضرب برضو عادي يبقى الاشارتين متساويتين يبقى موجب واضرب اشارتين زي بعض موجب واضرب الشرطين اختلفوا يبقى سالب وضرب. سالب وضرب. ناخد مثال. مثلا هنا سالب موجب. يبقى ايه يختلفوا الاشرط يبقى سالب وضرب ستة في تلاتة في تمنتعاشر. واضحة كده بسيطة جدا. طب هنا سالب سالب. الشرطين زي بعد يبقى موجب ما بكتبش سبعة في اربعة بتمانية وعشرين. هنا تسعة هنا سالب سالب. يبقى موجب. مع المفروض تسعة في ده سالب في سالب مع الاشرطين دول هتضربوا في بعض طالما يجوز يبقى هتضربوا في بعض سالب في سالب بموجب يبقى تمانية. يبقى يساوي ايه? تسعة في تمانية باتنين وسبعين. تخلي بالك من دية ان طالما اشارطين زي بعض لازم اتضرب الاول. طيب خواص عملية الضرب في صاد الانغلاق متوفر يعني حاصل ضرب عددين صحيحين يديك عدد صحيحة. الابدال متوفر الف في باق يساوي باق في الف يعني تلاتة في سالب خمسة يساوي سالب خمسة في تلاتة ده يدينا كام? سالب خمستاشر وده يدينا سالب خمستاشر متساويين. موجب في سالب يبقى سالب واضرب. سالب واضرب. العدد المحايد الواحد. الواحد هو المحايد الضربي. ليه محايد اي عدد في الواحد يدينا نفس العدد. سالب سبعة في واحد بسالب سبعة. سالب مية في واحد بسالب مية. مية في واحد بمية. واحد اصلا. يبقى الواحد هو المحايد الضربي والصفر هو المحايد الجمعي. الدمج متوفر تلت اعداد ممكن اخذ الاتنين دول واضربهم او اخذوا الاتنين الاخر واضربهم هيديني نفس الايه الناتج. عملية التوزيع. توزيع الضرب على الجمع. يعني مسلا زي دي. ممكن اعمل ايه? اجمع واضرب او اوزع. اقول دهفدة زي الدفنة يبقى خمسة في سالب تلاتة موجب خمسة يبقى موجب في سالب بسالب خمسة في تلاتة بخمستاشر. موجب في موجب بموجب. خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين. يبقى الدين. سالب خمستاشر وموجب خمسة وتلاتين. ايه شرط الكبير موجب او مش شرط تكتبها. واطرح خمسة وتلاتين من خمستاشر كام? عشرين. يبقى ده ده حل. يبقى ده حل ان انا ايه? ان انا اجمع وبعدها اضرب. الحل التاني ان انا وزع. دي ما سميها التوزيع. توزيع الضرب على الجمع. خاصية توزيع الضرب على الجمع. واللي اوجد الناتج في كل حالة مما يالي بطريقة تايمة مع ذكر الخاصية المستخدمة. طيب. وبعينا ستة في سالب اتنين زائد سالب سبعة. خلص. يعني يعني نبقى الطريقة الاولى. الحل الاول. ان انا اجمع دول. سالب اتنين وسالب تسعة وسالب سبعة. سالب سالب موجب في سالب بيبقى سالب ستة في تسعة باربعة وخمسين. ده حل الاول الحل الثاني. ان انا اضرب اوزع. يبقى شديدنا هاي ستة في سالب اتنين. زائد ستة في سالب سبعة. ستة في سالب اتنين بسالب اتناشر. موجب في سالب بسالب. يعني ستة في سالب اه سبعة بسالب اتنين واربعين. يبقى سالب اتنين واربعين. سالب سالب يدينا سالب واجمع. اه ما تجمع يديك كم? اربعة وخمسين نفس الحل. اربعة وخمسين نفس الحل. طيب مسألة تانية. مسألة تانية ايه? هتضرب عدد. ممكن تضرب دف ده. ممكن تضرب دف ده. او ان انا ممكن اعتبرها كده مية واتناشر. وافتح قوسة يبقى كام? سبعتاشر زائد ناقص سبعتاشر. يبقى يساوي مية واثناشر سبعتاشر ده يديك ايه? دينا صفر عدد ولا ايه? والمعكوس بتاعه يدينا صفر يبقى يدينا مية واثناشر. دي طريقة حل اخر. انت بلاحظ ايه? ان مية واثناشر ايه مية واثناشر في سبعتاشر. ديت سالب في موجب بسالب. مية واثناشر في سبعتاشر. عدد في معكوس او عدد زائد معكوس ويديك ايه? هاديını صفر. تمام? ايه. القسمة نفسها ما فيش اي مشكلة نفس الاشارات في عملية القسمة. مع موجب او على موجب بدينا موجب واقسم. سالب مع سالب بدينا موجب واقسم. سالب مع موجب بديك سالب واقسم. سالب مع موجب بديك سالب واقسم. يبقى إذا الاشرطين زي بعض يبقى الناتج وجب وجب واسم. الاشرطين اختلفوا الناتج سالب وجب. عمليات الجمع مغلقة وابدالية ودمجة. عملية الطرح مغلقة فقط. وليست ابدالية وليست دمج. عملية الدرب مغلقة وابدالية ودمجة عملية القسمة غير مغلقة وغير ابضالية وغير دامجة. مهمة جدا جدا الجدول ده. حدد عمليات القسمة الممكنة في صات. في صات. يبقى سالب اتنين وتلاتين على التمانية. يبقى يديك سالب موجة بيديني سالب. اتنين وتلاتين على التمانية فاللا ربعة. يبقى دي ممكنة. ماشي. خمسة وستين على سالب تلاتاشر. هيدينا موجة بسالب يديك سالب. خمسة وستين على التلاتاشر فالكام خمسة يبقى ممكنة. اعطاني عدد صحيح يبقى ممكنة. طيب ربعمية وعشرين على سالب خمستاشر. يبقى يدينا سالب هنا. بس اربعمية وعشرين مع الخمستاشر. نشوفها تتاسم كده لما تتاسمش على تتاسم على الخمستاشر. اه اربعة تلاتة بخمسة واربعين. يبقى اتنين بتلاتين. يبقى اتنين واحد. مية وعشرين على الخمستاشر. تسعة خمسة بخمسة يبقى تمانية في خمسة باربعين. ايه يبقى تمانية. خمسة باربعين تمانية في واحد. تمانية واربعة اتناشر مزبوط. يبقى تمانية. يبقى سالب تمانية وعشرين يبقى ممكنة. طيب. آآ الف وتلتمية بالسالب على ستة وعشرين. دي نسالب. الف وتلتمية على الستة وعشرين. فعل كام. مية وتلاتين على الستة وعشرين. خلان ايه مية وتلاتين على الستة وعشرين. فيها الخمسة. الخمسة. يبقى سعور خمسين. يبقى ممكنة. ماشي? يبقى احنا كده ايه? اخدنا شايفنا ده? موجب مع سالب يبقى سالب. اختلفوا. واحدة موجب واحدة سالب يبقى سالب على طول. هنا موجب سالب مع موجب يبقى سالب. خلاص يبقى الشرطين اختلف يبقى سالب وقسم. الشرطين زي بعض يبقى موجب وقسم عادي. يبقى كده احنا انا هنا الدرس اه اتمنى ان شاء الله يكونوا استفدتم منه واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.